الثارة والمجتمع اهتمام بتبقى اهم المناطق دي ايه يعني مثلا هقول لحضرك على اكبر سوق لتجارة الاسهار المصدرية في العالم الولايات المتحدة الامريكية ده فعلا طبعا وإحنا قدرنا نعمل اتفاقية في المغاوين تحفوا فلوس وعايزين يشتروا تاريخ طمام فإحنا عملنا اتفاقية سنائية في مجال استرداد الاسهار مع الولايات المتحدة الامريكية في 1 ديسمبر 2016 ودي كانت مصر هي اول دولة في الشرق الاوسط توقع اتفاقية مع الولايات المتحدة الامريكية في المجال ده الاتفاقية دي بتديك حق ايه بالظبط الاتفاقية دي بتدينا حاجة مهمة جدا ان منع دخول وخروج الاسهار من الولايات المتحدة الامريكية لازم يبلغني لازم يبلغني الموضوع ده ده مهم جدا لان هي بتدخل مني من خلال الحدود فانا مجرد مع الحدود دي مجرد ما يبلغني انه بقى عندي فيه اتفاقية بقى ملزم أنه يبلغني أن مجموعة القطع الأسرية دخلت عنده إيه أصلاها إيه من لها شهادات تصديق من مصر ولا لا فقارج بشكل شرع من مصر ولا لا فده خطوة مهمة جدا وإحنا كمان بنتبع كمان اللي جوة الولايات المتحدة الأمريكية مش بس اللي داخل لسه اللي جوة كمان حتى لو حاجات دخلت جوة الولايات المتحدة الأمريكية بس هالدولاتي محقق أنك تتصل بالصالة دي وتوقف البيع أو تجمد البيع بجمد البيع بجمد البيع لما يكون عندي شك أكيد بمعنى لو أنا عندي قطع من المفقودات طيب لو أنا مش عندي قطع من المفقودات لو هو حتى البيع تم أنا في عندي مجرد حتى لو مثلا حضرتك اشتريت قطع أسرية صالة المزالات لا تفصح عن المشتري أو عن أصل القطع إلا بتدخل من الانتربول مجرد ما أنا بتأكد من معلوماتي تتصل بالانتربول لازم يكشف حتى عن المشتري وممكن نرجعها وده حصلت ترجمة نانسي قنقر